السلام عليكم اخواني اخواتي اليوم حلقة جديدة مع فيديو جديد في قناة شيوات سوسو البسيطة يتمنى يلقاكم هالفيديو وانتم بالف اخير اليوم غالي تحضروا معايا بيزا المحبوبة المملحة المحبوبة لدى الجميع نقدمها لكم اليوم ونبدلع المعتاد بسلسة بيضاء وعجين رائع ناجح مئة بالمئة يلا ومعايا تحضروا مراحل تحضير ديالو باش ينجح معاكم وتعتمدو ان شاء الله نبدو على بركتي الله في المقادر كما كتشوفوا معايا عندي فقسعة او بول اربعمية جرام ديال الفورس او الدقيق الابيض ديالكي تكون من اربع كؤوس عنبا عندي مئة جرام ديال الفينو اللي هو كاس فينو او قمح الصلب عندي جوج معا الكبار ديالزيت الزيتون هنا عندي اربع كاس قريبا شوية ديال ملحة معا القا كبيرة ديال السنداء او السكر سنداء معا القامتوسطة ديال خاميرة العجين على حسب الجو هنا عندي شوية ديالزعتر والماء الدافئ على حسب الخالط هنا اخذت العجينة ديالي درت فيها الدقيق والقمح اللين اللي هو الفينو اللي ضروري في بيزا لنجاحها كندير هنا سنداء او السكر سنداء كندير الخميرة الفورية اللي هي معلقة متوسطة على حسب الجو كما العادة هنا اللي بغى نجاح بيزا او نجاح عجين بيزا اللي بغى يخمرها يعني في تلاجة وتلغط على يخدمها ممكن لنجاح الناس الايطالية ان البيزا الايطالية اللي نجاحة يعني كسبقة العجين تختامر ولكن نقصه شوية الكمية ديال خاميرة هنا يا درت من بعد ما ضفت الملحة وجميع المقادر المذكورة من قبل كندن نضيف الماء بشوية بشوية حتى تنسى جملية العجين وكتصبح رطبة يعني رخوة شيئا ما تاوى سير من أسرار نجاح عجين بيزا هنا يا هزيتها من البول وكندلكها شوية يعني العجينة كتجير طبا وزوينة ومطاطية وكما كنقولو مشفنجا يعني خاصة ضروري جي شوية رخوة لنجاح بيزا قدرت شوية زيت الزيتون وغانخليها تختامر معايا هنا يا غانخلا تختامر تقريبا واحد ساعة حتى الساعة ونص كما قلت لكم يعني كتاخد راحتة في الاختيمر اللي عنده الوقت يعجينا في الليل ويخلاحتها الصباح ويوظفها معا أنه ينقص من كمية الخاميرة هنا يا كما قلت لكم غادي نديرها بالسلسة البيضاء هتلاحظوا معايا درت عندي شوية ديال الكروفيت واحد مئة جرام او القيمرون او القنباري درت شوية درس ديال التوم او حكا ديال التومة درت شوية ديال اعشاب بخوفونس اربع كاس ديال زيت الزيتون وشوية دلمليحة غادي نصوتي او غادي نصوتي هادك الكروفيت ديالي وغادي نخليه يعني الكروفيت ما كياخدش معايا واحد الوقت على نار متوسطة اللي ما عندوش الكروفيت او القيمرون يعتمد شوية مئة جرام من صدر الدجاج يعني صدر الدجاج حتى هوك هتنجح معا السلسة البيضاء أنا اليوم ما غاديش كما سبق وقيت لكم ما غاديش نستعمل السلسة ديال الماطيشة يعني نبدلو شوية على المعتاد وتعتمدو ان شاء الله في المائدات الافطار ديالكم يعني مرا نديروها بالسلسة الحمراء مرا نديروها بالسلسة البيضاء من بعد ما صوتينا هادك الكروفيت او طابلية شوية مكياخدش معايا وقت بزاف غادي ندير هنايا فهاديك المقلع اللي اخدات لي الماضاق او اخدات لي دك اللدة ديال دك القيمرون يعني تقدر تاخد لكم لدة القيمرون او اللدة ديال صدر الدجاج غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة اللي هي حيوانية وانا فوق البوطة متوسطة معاك التحريك وغا نضيف هنايا معلقة كبيرة ديال الدقيق فورس او الدقيق الابيض وانا معاك التحريك بملعقة العود اضفت واحد شوية ديال البصار كيما كتعرفو سلسة البيضاء كتبغي شوية ديال الملحة انا من قبل درت الملحة ما غاديش نزيدها حتى نصحح الدوق هنايا ضفت يعني اربع اطر ديال الحليب يعني كاس ديال الحليب اللي هو ميتين وخمسين ميلي وانا معاك التحريك حتى تعقاد لي الصلسة ديالي كما كتشاهدو معايا هنايا كان ابغيت نصحح الدوق لقيتو هنايا خاصة شوية ديال الملحة ضفتها ليه يعني كما لحتو سهلة سريعة يعني وكتوجد كما اشتو معايا اما بصدر الدجاج او القامرون انا اعتمت اليوم بالقامرون هنايا نشحت معايا يعني كتغلة يعني سفي الصلسة البيضاء ديالي او بشامل ديالي نشحت معايا وخايدة الليدة ديالها ديال الكروفيت هنايا غنديرها في واحد جبانية ونخليها تبرد ونغطيها بفيلم نشحت معايا ويلامس الوجه ديالها بما اه بما اختعمر في ليه العجين ديالي كما اشتو وبصدتها ان شاء الله منها تخمر ليه ونبصدها هديلقاها بردات يعني والهدفات والاخدات حرارة ديال المطبخ كماشتو ها هو العجين ديالي من بعد ما اختعمر معايا هاداك العجين اللي سبق وحضرت معاكم ديك الكمية ديال الدقيق كتتعطيني جوج كورات او جوج بيتزات في ذاك الحجم في هاد الحجم هالي اللي كتشوفه معايا هنا اياه كنت قبل حضرت بيها يعني الكورة الاولى حضرت بيها البيتزات الفارديين اللي ان شاء الله غادي نشاركهم معاكم في فيديو قادم ان شاء الله هنا اياه كنناخد الكورة ديالي التانية كنحاول يعني نبسطها بالاصابع ديالي او بالكف ديالي وكنحاول يعني كننديلي هاداك الطريقة الخاصة بالبيتزا المعروفة يعني كنخلي دوك الجوانيب شوية خشان وكنحاول نبسطها من الوسط باش يجيب بيزا بحال اللي كتبع في المحلات المعروفة هنا من بعد ما بسطها وكل واحد كي يبغي البيتزا في السمك دياله انا هنا كنبغي شوية بيزا تكون شوية يعني كما كانقولهم هبرة شوية اللي بغاها يبسطها اكثر يبسطها هنا اخذت القياس ديالي اللي كان بغي وكتبغي عائلتي هنا تقوب تهاب بالشوكا او الفورشيت تماما لي عندو هاداك الجرارة اللي كتدر تقوب يستعن بها هنا يدر تهاب الفورشيت عادي ودائما على فكرة انه من قبل مي كان بغوا نبسطه او العجين بيتزا كان دير القمح كان اعتمد القمح او الفينو باش كي يجي فيها اللي كخوستيون او كي يجي فيها كتجي مسمدة كتعجب العائلة ديالي وكل واحد اللي كي يبغي يعني لكم الاختيها هنا يا خديثة الصالصة ديالي اللي سبق وحضرت معاكم من قبل بسطها هي الاولى ودرت واحد الكيمية من جبن الموزاريلا يعني مي كانت تكون تعليكة كنقوله هو الموزاريلا وكيما كان نقول لكم النجاح ديالبيتزا او كيما كان ناكلوا ببيتزا في المطاعيم انه خاص ضروري من فوق الصالصة البيضاء او الصالصة الماطيشة او الصالصة الطماطين ضروري ندلوا واحد طبقة ديالي الخوماج باش جينا التعليكة ويلا بغتوا تكملوا التعليكة تجيكم خاصة من الفران يعني للمائدة هدا يوا نجاح البيتزا اللي باش جينا بحل تماما بحل ديالزنقة هنا يا درت الكوفيد ديالي يسبق وصوطيتهم من قبل درت واحد اللي طماطسو غيز او مطايشات صغيرة درتها انصاف درت الفلافي الملونة وكل واحد على حساب اللي كيعجبوا في البيتزا ورشيت هنا يا شوية ديال الزيتون الاسود اللي مقطع من قبل وخليت شوية رشيت الباقي من الفخوماج او الفخوماج منظري اللي مخلط شوية مع الفخوماج جيغوج ورشيت الاعشاب بروفنس او الاعشاب المنسيمة ولا الزطر اللي متوفر عندنا وكندير دائما زيت الزيتون اللي هو الدواء ديالها والفران ديالي مسخناه على درجة حرارة ميتين درجة دائما الفران يكون نجاح البيتزا يعني دائما تكون فران سخون من بعد ما نبغوا نمونطيوها او مثلا نبغوا نمونطيوها ضروري تكون الفران يكون ساخن على درجة حرارة ميتين درجة وندخلوها من الفوق او من التحس حتى تدير طيب معانا او تحمر معانا وتاخد ديك التعليق وتاخد ديك طيب ديالي يعني ما يستغرق شروبه و ساعة لنجاح ببيتزا يعني وقت ما بقعت في الفران كت تنشف معانا وخاصة دروري ديك العجينة تبقى نطرية كما اشتوا معايا هو الشكل النهائي ديالبيتزا ديالي كتجي رائعة هشة غزالة نتمنى تنال اعجابكم وتنال رضاكم اما بالنسبة للبيتزات الفرديين غادي نشاركهم معاكم في فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوناش احبابي من اللي لايك وتفعيل الجرس وسبسكرايب وكان شكركم على اللي كومنتيرات اللي كتحفزنا ما سخيتش بكم خليت لكم الراحة اللي لايك اللي لايك و الى الملتقى بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة